كشف الناطق الرسمي لشركة سونالغاز خليل هدنة أن المجمعة سيفتح مصنعا لصناعة وإنتاج الكواشف عن الغاز المسموم القاتل كما أوضح المتحدث أن المصنع سيتم إنشاؤه بسواعد أبناء المجمع من مهندسين وتقنيين في حين أشارت مصالح سونالغاز إلى أنها الوحيدة التي تقوم بتوزيع وتركيب بتوزيع وتركيب أقول هذه الكواشف على المنازل وبصفة مجانية وأعلن مجمع سونالغاز أن في هذا الظرف أو في ظرف ثلاثة أسابيع تم الشروع في تركيب وتوزيع الكواشف عن الغاز القاتل بالمدن كما أوضحت أن البدايات كانت من بوس عدم مشيرة إلى أن العملية في مرحلتها الأولى تموس 22 ولاية من الهضاب العليا وسيتم توزيع 500 ألف كاشف أولا ثم 5 ملايين وبعدها 6 ملايين أن تصل إلى هدف 22 مليون